السلام عليكم ورحمة الله كذلك بخير أريد أن نجاوب على الأمر ربما سيحسبوك في بعض الأحيان وأنا سوف نضع واحد سيستيلة كاملة سوف نحاول نكشفه فيها العديد من المسائل التي هي مخبئة هذا واحد شخصية لا يوجد شيء من المدينة عنده واحد قاعة رياضية اللي فاخرة جدا ويدعي أنه معتل أدري رئيس اللجنة لجان مختصة وهو لا صلص له مجال رياضي على الإطلاق ويدعي أنه شيء واحد يعني اللي جاي يعزل الأبطال ويقيم معسكرات وعنده واحد قاعة رياضية اللي هي فاخرة جدا واللي كتقن بأموال وأموال يعني تفعل مستودي الأداء دي الشهرة لا تقل لوحة سبعمائة معت ألف سبعمائة درهم الشهرة تمن ألف درهم العام وحيصة خاصة بميشين درهم الحيصة باك دي العشرات الحيصة ألفين درهم وما إلى ذلك ومع ذلك ننسب أموالهم بكل ما عطاهم الله من إمكانيات لا على مستوى المعدات ولا على مستوى المعارف أيضا على مستوى المعارف لأن حتى المعارف تتبع أصحاب الأموال أكثر حتى الأبطال تتبعوا أصحاب الأموال وإن كانوا بغي يعطوهمش على الأقل انضمامهم من ذلك القاعات الرياضية باش يبانوا أنهم محددين من ذك ذك الناس اللي هما في فونيفوك يجيوا ذك القاعات ذك النوع من نوادي أه ونحن مثلا ما تهمنا حد وما تنزل الحد لأن المجال الرياضي ما تتعطاش المجالات الفنية ممكن يورد الإنسان مال ممكن يورد السلطة ممكن يورد العديد من الأمور ولكن ما يقدرش يورد تعلم ما يقدرش يورد شي حاجة يتعلمها ما يقدرش يورد حرفها إلا ما تعلمهاش ما غيرتعلمهاش إن هاد المنافسة ديلا هاد الشخص هذا اللي يقيل يهاجمني دائما عبر مواقع التواصل بل وكيهاجمني عديد من المدربين اللي في المجال تنقول هذا أمر لا يجوز ليس في الموضع هذه المنافسة وهادي ماشي في الموضع ديلا فإن المجال ديلاك فإن النادي ديلاك فإن النادي ديلاك نادي فاخر والرؤية ديلاك للرياضة ومنظور ديلاك للرياضة هو منظور تجاري ممكن تناسبش مع الجميع يعني إحتاج إلى إنسان فقر بغير يدخل النادي ديلاك لأن النادي يكون كي بواحد بواحد المقدار ديلاك في الشهر ممكن إنسان يجي وصل لها إنسان فقر لا يدخل لها إنسان فقر لا يدخل لها إنسان فقر لا يدخل لها إن هال هات الشخصية هاته هات الشخصية هاته ما أرنا مش بنها أصلا يعني تمشى تلدتش رقاء مع شي نادف شي حي يعني حي فقير ولا ولا لقش ديلاك يلهم عن ناس أحياء فقيرة ثم يوما ما تيجي واحد نادي في جنبهم اللي هو نادي ذي بطل عالمي آه معروف وتفتح ثم بعد ذلك جاي الشركة كبيرة وفتحت النادي ذي لها الشخص ليش هاجمني الشخص ليك قيل لي هاجمني يصبحوا شيئا ما مني شاف أن ذوك النوادي شكتهم قوية اقتصاديا ما قدرش ينضي هاجمهم ولا شي حاجم حكي شيئا هاجمنا احنا اللي بوسطاء فهمتون شنو دار مشاهز دراري دي اولوم ودار معاهم شراكة من ناحية المؤسكرات من ناحية هذا الحوايج أليش دار هواي الحوايج أنا أقول لكم علاش حيث هو حيث هو عارف بأن هاد النوادي هادو تبناو وبأن المستوى الاقتصادي ديالهم أعلى بكثير من المستوى الاقتصادي اللي عنده هو ثم فبدل ما يوقع تصادم والتصادم بقصة رحلة اقتصاديا كما أنهم دلوا واحد لميزة أخرى أنهم رخصوا التمنع للنادي دياله فبدل ما يوقع مثلا في حصدام معهم ويصبح في موقع معارضة الشيء اللي غي يضمروا اقتصاديا ناضوا بغاية الشراكة معهم بغاية الشراكة معهم وحاول يدلموا أسكرات وانضموا أسكرات ويدعي أنه أنه بأنه أنه هو وهما عبارة على اللجان مختصة في المجال وهذه الحوايج وبأنها كتعزل الأبطال علما أنها شخصية لا علاقة له بالميدان ومتطفل على جميع الميادين ها الشخص هذا متطفل على جميع الميادين وكاين اللي عارفوا ده بحالين يكتكلم عليه متطفل على الميادين ويدعي أنه مدرب ملاكمة ويدعي أنه مدرب ويدعي أنه بريباراتور فيزيك الجميع الرياضات كرة القدم ريكبي الجميع الرياضات هل يؤمن هذا الأمر هذا أول حاجة يقول أنك أنت بريباراتور فيزيك جميع الرياضات لا يمكن كل رياضة عند الرياضة بدنية دي لها حاجة واضحة ثم لما شاف دوك القاعات الرياضية يعني منين شافهم عندهم قوة اقتصادية كبيرة ما قدرش يتصادم معهم يجاب الدراري وحاولي دي الشراكة معهم وانا كنعرف علاش امنا في ماذا امنا باش يوقع واحدة شهارك وما بناتهم وهو يدعي في ذلك يدعي انه يريد تنمية الرياضية في المغرب وانه بغي هذا المجاري انتشر في المغرب وينجح كاذب والله لا كاذب والله لا كذب كذب الله لا كذب لانك لكي تكتبها للامر حقا كنا نشوفه في جيش حوائج اول حاجة تخفيض الثمن دي القاع الرياضية اللي عندك بحيث تناسب الجميع طبقات اغنياء وفقراء ثانيا كنا قدرش نشوفك هذه الشراكة لك الدراري قاعات رياضية الفاخرة اللي جاء في جنبك كنا سنشوفك الدراري مع قاعات رياضية ايضا فقيرة الضرف قاع الاحياء الشعبية اللي عندكم وغتجيب الدراري من تمك وغضي الدراري ولكن هذا الامر لا يمكن شه يتم لا يمكن شه يتم لانه احتر روح دي الفارق ما تخليك شفين هي روح الفارق اذا انت عندك قاعة رياضية فاخرة وكتأمن بانه عندك ايكيب وعندك فارق وعندك ليش كتتمشي دي الشراكة مع قاعات رياضية اخرى وتجعل راسك مدرب عندهم وتجعل راسك وتنصب راسك انك رئيس لجنة وتخربق وتخرمز المنافسه وانبعد تخبرت الصالحة الرياضية الا ما كتخدم يعني الصحة الرياضية تخدمها كاملة في نهاية دي المنافسه ام انها دروح المنافسه عندك هم عام الناس الفقراء غير مع الناس من أمثالنا مع الطبقات الشعبية أم أنكم من الشوشي واحد متفوق عليكم رياضيا وتنتمي للطبق الفقيرة كتبعوا إما تجعلوه تحت الطاعة ديالكم أو له ومن بوده تحاربوه بكل ما عطاكم الله من القوة تنتمنى هذا الأمر المعلومة دي تكون وصلات لأن هذه من الحواجة لقد نكشفه بيوم الحقائق لما قد نقول بأن هذه القاعات الفاخرة أن أهدافهم ليست رياضية فهي ليست رياضية ما تقول سيشنا واشنو الفقن واشنو العلاقة التمنى بالرياضة هذا الأمر هذا إن شاء الله ضحوف موضع لاحق بإذن الله متبكر عليكم خوشي